هبتدي مع حضراتكو استعراض باقة أخبارنا وكان عندنا مبارح أخبار كتيرة جدا ومجازر الإسرائيلية ما زالت مستمرة حتى فجر اليوم آخرهم كانت مجزرة تبعناها منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم مجازر متتالية لا تنقطع ولا يوجد حتى الآن مكان آمن ولا في غزة ولا في فلسطين بشكل عام لا يوجد حتى المستشفيات حتى المدارس التابعة للنروا حتى فرق الإنقاذ التي تقوم بإنقاذ الشهداء تمنى بالقصف للأسف وكل هذه تعد وتندرك تحت الجرائم الحرب هبتدي مع حضراتكو الرصد الأخبار والمكتب الإعلامي تابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني بفلسطين أعلن بقيام الاحتلال بمجزرة جديدة يرتكبها بحق مئات النازحين داخل كنيسة الروم الأورثوزوكس بمدينة غزة مما أصفر عن وقوة عدد كبيرة من الشهداء والجرحة وشن الطائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس غارات جوية على 24 برج سكني في حي الزهراء بقطاع غزة وده كان بعد مطالبة السكان بضرورة إخلقها بشكل كامل وأكدت مصادر صحفية فلسطينية أن الغارات الإسرائية المكثفة على المنازل بتهدف لتدمير كافة بيوت الفلسطينيين وأجبرهم على التهجير إلى جنوب قطاع غزة وهو ما رفضه أبناء الشعب الفلسطيني مش بس كده كان فيه كمان مجزرة في دير البلح حيل بصة بالتحديد كان فيها شهداء كتير كان أبرزهم الأطفال والشيوخ وده على فكرة مش صور مش بنتكلم من خلال صور لا ده احنا بنتكلم من خلال بس مباشر ولعل هذه الصور التي يراها العالم لعلها تكون صحوة للضمائر صحوة لقلوبهم مما يرون شاهدنا بعض الشعوب اللي تغير رأيها في الفترة الأخيرة كانت كلمت عليها مبارح وكلمت على شفت أبروتش بس دي ضغوط الشعوب على رؤسائها وعلى حكوماتها نتمنى أنه هذه التغيرات في المواقف بالنسبة لبعض الشعوب وبعض الرؤساء وبعض رؤساء الوزراء تليها مواقف مواقف حسيسة على الأرض ليس فقط بالتنديد والشد لأن الحالة ماك زي ما حضراتكم شايفين دمار حالة سعار سعار على الحرب ما هذا اللي احنا بنشوفه؟ يعني ما اعتقدش ان احنا في عام عشرين تلاتة وعشرين نشوف مثل هذه المشاهد أين التطور وأين السلام وأين حقوق الإنسان وأين المعهدات الدولية وأين المواثيق الدولية اللي هي حاليا واللي احنا شايفينها من فترة وكأنها لم تصاغ إلا لأن يستقوي بها القوي على الضعيف